بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء يوم المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد عزائي الطلاب أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة معكم دكتور محمد رياء وهذه هي حلقة الثانية من حلقات شرح كورس الهستولوجي الهستولوجي ضمن كليات الطب وقد يعرف هذا الفصل فصل الخلية من ضمن علم البيولوجي في بعض الكليات الأخرى ككلية الأسنان وصيدرة وغيرها فهو الشابتر نتكلم فيه عن الخلية ومكوناتها ونشرحها في كل تفاصيلها في الحلقة السابقة بدأنا بالتراس على هذه المنزمة الواضحة أمامكم وكما قلت لكم يمكنكم الحصول على هذه الملفات عن طريق قناة التليجرام سوف تحصلون على جميع الملفات وإذا كان عندكم أي سؤال راسدوني على حساب الانستجرام أو حساب التليجرام بنفس المعرف مع هذا الدوت يتحول إلى أندرسكور بهذا الشكل هذا حساب التليجرام هذه المنزمة كانت تحتوي على الانديكس وهو الفهرس الذي يوضح محتويات ما سوف نشرحه سوف نتكلم في البداية عن الخلية وتكلمنا علىها في حلقة الأولى بشكل مختصر ومن ثم السايتوبلازم وما يحتويه من المكونات كالسايتوبلازميك أورغانيلز أي هي العضيات الخلوية والسايتوبلازميك إنكلوجين أي المخلفات الخلوية ومن ثم سوف نتكلم عن النيوكليس أو النوات الآن نحن ما زلنا في السايتوبلازم سوف نتكلم أو نكمل كلامنا عن الممبرينس أورغانيلز وهي نوع من أنواع الأورغانيلز أو العضيات يكون ذات غشاء شرحنا في الحلقة السابقة أن هناك بعض العضيات يحتوي على غشاء كالسايل ممبرين وكذلك المايتوكنبريا الاندوبلازميك بتناكلوم أي الشبكة الاندوبلازمية كولجي أباريتس جهاز كولجي لايسوزومس والبيركسوزومس وقلنا أن هناك بعض العضيات لا تحتوي على هذا الغشاء فتسمى بنن ممبرينس أي لا غشائية كهيكل الخلية والريبوسومات وغيرها وسنبدأ بشرح هذه كلها بالتفصيل تكلمنا عن مقدمة مع معنى الخلية تعريفها ومن ثم السايتوبلازم بعض المعلومات عنه أيضا وما هي محتوياته ومن ثم كان موضوع الحلقة الأساسي هو موضوع الممبرينس أورغانيلز وأول واحدة منها هي البلازمات الممبرين أو البلازمات المه تكلمنا عن تعريفه وكيف ننظر إليه تحت اللايت مايكروسكوب المجهر الضوئي وكذلك الإلكترونيك مايكروسكوب وقلنا أن هذه الصفحة مهمة حيث ممكن أن تأتيك سؤال كتابي وممكن أن تأتيك فيها المسيكيو وخصوصا الصبغات بكزنا عليها كثيرا في شرحنا ومن ثم تكلمنا عن مكوناته بشكل هذا الجدول البسيط وهذه الصور البسيطة ومن ثم ختمنا بوظائفه لقد وصلني سؤال في الفترة الأخيرة عن هذه الوظائف بلطبع نحن ضمن امتحان المسيكيو قد يأتي السؤال في أي موضع لكن كما تلاحظون أنا لا أضع عليها أي إشارة من ناحية الحفظ فهي يعني لم تتكرر في السنوات السابقة من حيث السؤال الكتابي ونادرا ما تأتيك السؤال المسيكيو لذلك أنا لا أضع عليها إشارات فأنا أركز على الأشياء الأكثر تكرارا والأكثر أهمية قبل أن أبدأ بشرح هذا الموضوع وهو موضوع حلقة اليوم الميتو كوندريا بيوت الطاقة في الخلية وكذلك جهاز كولجي الجهاز المسؤول عن الإفراز في الخلية سوف نحل سؤالا كان من ضمن الأسئلة التي علينا في الحلقة السابقة لكننا نسيناه ونمنح له فهو يتعلق بهذا السؤال كما تلاحظون هو سؤال بسيط يتعلق بالمقدمة وهذا أن المقدمة قد تأتي صراحة في المسيكيو يعني واحد من الآتي هو غشائي عضية سايتوبلازمية غشائية فما هي العضيات الغشائية؟ نحن لو استخدمنا الإقصاء فالسيليا كانت من ضمن هيكل الخلية أي الأهداف كانت من ضمن هيكل الخلية وهي ليست غشائية كذلك الجزيمات المركزية والريبوسوم يبقى لدينا اللايسوزوم هو الوحيد الذي كان من ضمن العضيات الغشائية لذلك سوف نختار هذا اللايسوزوم ولدينا بعض الأسئلة سوف نحلها بالطبع عن حلقة اليوم في نهاية الحلقة الآن نبدأ بالموضوع كما يقول الدكتور ناجي العبد لله وما عشقت مثل عشقي للنظام نحن نريد أن ننظم جميع ما في الكتاب ونحوله إلى طريقة سهلة وبسيطة كما تلاحظون لقد رتبت الترتيب الآتي نحن بالبداية في ميكانيكية العقل يحب العقل أن يقارن ما بين شيئين فلو قارن بينهما أصبح من الأسهل عليه تذكر واحدة بالأخرى لذلك سوف نأخذ عضيتين عضيتين اليوم عضيتين وبدلا في الحلقة القادمة سوف نأخذ عضيتين كولجي أبريتس أو جهاز كولجي وكذلك الميتو كوندرية نقارن بينهما بهذا الجدول الواضح أمامكم وجميع المعلومات كما تلاحظون سوف تكون في صورة واحدة تستطيع رؤيتها وأخذ نظرة عامة عليها وكذلك حفظها من نفس الموقع نتكلم عن تعريفه والمقارنة بينهما ما هي أماكنهما النمبر أي عددهما في الخلية والليت مايكروسكوب كيف يمكننا أن ننظر لهما في الليت مايكروسكوب ونختم بالإلكترونيك مايكروسكوب أي المجهر الإلكتروني وبالطبع هناك الإشارات الخاصة بنا التي تتعلق في الامتحان سواء كان هذه اللقطة تأتي في MCQ هذا البارغراف يأتي في الروتين تكررها في السنوات السابقة جميع هذه موجودة عندنا فهذا الشرح الواضح أمامكم لربما يستغرب البعض أين الصور بالطبع الصور سوف تجدونها هنا جميع الصور التي سوف نستخدمها ونشرحها سوف تكون موجودة هنا كما تلاحظون فلم تكفي الصفحة لكي أضع الصور معها فقررت أن أضعها في الصفحة التي تليها بهذا الشكل وسوف نشرح على الصور بالطبع فجميع شرحنا معتمد اعتمادا كليا على الصور أما الجزئية الثانية فلم يكفي أيضا الجدول لكي نضعها في هذا الجدول لذلك عملت جدولا آخرا للوظائف الفنكشنز من ناحية المقارنة بينهما كما تلاحظون وهناك ملحوظة بسيطة NB أي أنها ملحوظة نريد أن نراجعها في نهاية الحلقة إذن نبدأ الآن على بركة الله بالشرح الآن نبدأ بمقارنة كل منهما في هذا العامود وضع أمامكم هنا على الجهة اليمنى فهذا يمثل الـ أيضا الصور تأتي بنفس الترتيب هذه الصور جميعها تمثل الـ أما الميتوكندرية فهذا العامود على شهة اليسار وأنه أيضا هذه الصور هي التي تمثل الميتوكندرية والتي سوف نستخدمها في الشرح نبدأ بالتعريف The definition ديف هي اختصار للتعريف بالنسبة لكولجي أباريتس فهو عبارة عن جهاز مسؤول عن الإفراز كيف نقوله أي عضية غشائية كما تلاحظون هذا هو الغشاء الذي يحيط بها أيضا في هذه الصورة اللون الفاتح هو الغشاء الذي يحير بهذه الخليل Concerned with secretion أي أنه مسؤول عن الإفراز هذا بالنسبة لتعريف وسوف نأخذ الآن كيف هو مسؤول عن الإفراز وكيف يقوم بعمليته أما بالنسبة لتعريف الميتوكندرية نذهب بصورة الميتوكندرية الواضحة أمامكم Membranus organelle أي أنها عبارة عن عضية غشائية هذا الغشاء الواضحة أمامكم وهي من العضيات تنرأية الغشاء هذا غشاء وأيضا يولد غشاء آخر في الجهة الداخلية في العضية Containing enzymes for aerobic respiration Containing enzymes أنها تحتوي على الأنزيمات مثل هذا الأنزيم الواضح أمامكم ATB synthase Synth بمعنى تصنيع بمعنى أنزيم هو الأنزيم المسؤول عن تصنيع الـ ATB أو الـ ATB أيضا هو اختصار لكلمة وهو عملة الطاقة في الخلية إذن نبدأ الآن في التكملة Aurobic respiration يعني هي تحتوي على هذه الأنزيمات لماذا؟ من أجل الايروبic respiration أي التنفس الهوائي Aurobic هوائي و respiration التنفس وإنتاج الطاقة فهي كما سوف نلاحظ They are the powerhouse of the cell هم بيوت الطاقة في الخلية كما تلاحظون بهذا الشكل هي بيت الطاقة في الخلية إذن هذا بالنسبة لتعريف كل منهما ماذا بالنسبة عن موقعهما؟ A site أو الموقع يكون cold apparatus في الخلايا يكون متطورا متطورا أي أنه متقن ومتطور وواضح في الخلايا secretory cells أي الخلايا المسؤولة عن الإفراز وذلك أنه مسؤول عن عملية الإفراز أما بالنسبة للميتو كوندرية فيكون عددها أكبر في الخلايا التي تمتش طاقة أكبر وسوف نعرف أنها في الخلايا المسؤولة عن مثل الخلايا النسيج العضلي وغيرها تلك التي تحتاج إلى طاقة عالية سوف يكون فيها كمية ميتو كوندرية أعلى هذا بالنسبة للموقع فماذا عن العدد؟ متى يزيد عددها وفي أي نوع من الخلايا؟ بالنسبة ل كما قلنا في الخلايا التي تقوم بالإفراز المسؤول عن الإفراز كالغدد اللعابية وغيرها يزيد عدد لأنه هو المسؤول عن الإفراز with a high demand for protein secretion لأنها لها حاجة demand حاجة عالية high for protein secretion لإفراز البروتينات أما بالنسبة للميتو كوندرية فتكون في الخلايا في الأماكن الأكثر نشاطا أو الأكثر حاجة إلى الطاقة more in active cell as liver cell في خلايا ال liver الهيباتوسايت حيث يصل عددها إلى 2000 عضية في الخلية الواحدة وطبعا أن هذه الخلية تنقسم وحدها هي لا تعتمد على انقسام الخلية بالكامل وإنما لها انقسام خاص بها يكون simple division انقسام بسيط وذلك أنها تحتوي على DNA خاص بها ورن أي وغيره سوف نتكلم عنه إذن هذه معلومة أيضا مهمة ربما تأتي في الامسي كيو ربما نلاحظها جيد الآن سوف نتكلم عن أهم موضوع لدينا وهو كيف نراها في المجهر كيف نراها في وما هي الصبغات التي نستخدمها وكيف نراها في نبدأ في نبدأ في ومن ثم نتقل إلى الميتو كوندريا مبدئيا لدينا معلومة مهمة وهي أنه معلومة جدا مهمة وهي أن هذه الصبغة هذه العضية عضية أو جهاز كولجي لا يمكن أن يرى لو صبغنا بالصبغة المشهورة المعروفة التي هي صبغة صبغة تكلمنا عنها في حلقة سابقة هماتتوكسلين غير مصبوغة تحديدا في خلايا تصنيع البروتين بروتين فورمكسل near the nucleus أي أنها قريبة من النواة تكون وتسمى هذه بالنغة سوف تقول لم أفهم شيئا أقول لك لماذا اخترعت الصور هذه الصورة الواضحة أمامكم لخلية تقوم بتصنيع البروتين خلية من البروتين فورمكسل وكما تلاحظون في الأسفل هنا هذه اللون الأسود هو عبارة عن نواة نيوكليس بمئة هذه نيوكليس واضحة أمامكم هنا هنا نلاحظ الكولجي أبريتس طبعا الخلية الواحدة تكون هذه مجموعة خلايا هذه خلية واحدة كما تلاحظون بهذا الشكل فهذه الخلية الواضحة أمامكم هذه خلية وهذه خلية وهذه خلية وهذه خلية وهذه خلية نلاحظ أن كولجي أبريتس هذا الواضح أمامكم باللون الفاتح وكأنه باهت اللون وكأنه غير مصبوغ وتسمى هذه بالنغاتف كولجي إمج إذن هذا بالنسبة للنغاتف كولجي إمج الآن إذن كيف نصبغه وما هي الصبغة التي تناسبنا طبعا نحن في الطبيعة نصبغ بـ HNA أي نسيج عندنا لكن هناك بعض العضيات بعض الأشياء في الخلية لا يتم صبغها بواسطة HNA لذلك نستخدم صبغات خاصة specific stain ومن أمثلتها التي استخدمناها في الحلقة السابقة لصبغ الـ cell membrane وهي الـ silver stain كما قلنا أن الـ silver stain نستخدمها لرؤية الـ cell membrane أو غشاء الخلية الآن أيضا نقوم بصبغه في الـ silver stain it can be demonstrated يعني بعد أن صبغناها بالـ silver stain by or as a network of brown granules كما نلاحظ هنا في هذه الصورة هذه من السلادات الكلية light microscope light microscope picture of cold apparatus in secretory cell أي هذه الصورة لـ cold apparatus في خلية مفرزة وتم صبغها بالـ silver stain نلاحظ هنا هذه هي النوات الواضحة أمامكم هذه هي الخلايا هذه خلية أخرى وهذا الواضح أمامكم هو cold apparatus نفسه هذا نفسه هذا الشفاف لكن هنا تم صبغه بصبغة فأصبح له لون كما تلاحظون وهو لون غامض فتلاحظ هي بنية اللون غرانيوز أي حبيبات كما تلاحظون بهذا الشكل و يعني بعض الخيوط الواضحة أمامكم لا يمكن تكبر أكثر من هكذا لكن هذه خيوط واضحة من الـ cold apparatus إذن هذا هو كيف نراها في الـ light microscope وهناك معلومة أخيرة أنا أود أن نقولها هي أنه يوجد أماكن مختلفة بالنسبة للـ cold apparatus حسب الخلية فلو عندنا نوعان من الخلايا نريد أن نتكلم عنها مثالا وهذا سؤال ممكن أن يأتي في MCQ الـ apical والberry nuclear بداية لنترجم ما معنى كلمة apical apical أي بمعنى في القمة في القمة جيد في قمة الخلية وberry nuclear بري بمعنى حوله ونوكلير بمعنى النوات أي يكون حول النوات طبعا في المثال الأول الـ apical طبعا الـ apical يكون ما بين الطرف العلوي للخلية يعني لفرض أن هذه هي خلية وهنا النوات جيد فيكون ما بين نيوكليس ما بين نيوكليس والـ upper pool of the secretory cell يعني هذا هو القطب العلوي وهذه هي نيوكليس يكون ما بينهما يعني نقول هنا في هذا المكان كما تلاحظون إذن هذا بالنسبة للنوع الأول الذي يكون apical في القمة أما بين نيوكلير فأي محاوط بالنوات وهذا يكون completely surround the nucleus يعني يحاوط النوات بشكل كامل طبعا أكثر من واحد وليس واحد فقط في الخلائع العصبية أيضا نريد صورة لكن أحظت لكم صورة من الالكترونيك مايكروسكوب وليس اللايت مايكروسكوب لأنه صعب جدا أن ترونه في اللايت مايكروسكوب وأنا ما أحصل على صورة صراحة كما تلاحظون هذا الالكترونيك مايكروسكوب هذه عبارة عن خلية عصبية وهذا جهاز called the apparatus الواضح عمامكم يحاوط النوات هذه النوات فرضنا أن النوات أكملت لتصلح بهذا الحجم فهو يحاوط النوات بهذا الشكل ولا ربما أكثر من جهاز موجود في هذه الخلية العصبية إذن هذا يسمى بري نيوكلير أي يحاوط النوات بري نيوكلير هذه الخلية العصبية كما قلنا نرسل وأما الأبيكل فيكون علويا جيد يكون في الجهة العلوية كما شرحت لكم في هذه الصورة الواضحة البسيطة جدا يعني تبسيطة هذه لو قررنا أنها هي النوات فيكون هذا القطب العلوي وجهاز called the apparatus في هذه المنطقة هنا أبيكل أي فئة القمة جيد هذا بالنسبة للجهاز called the apparatus فماذا عن الميتو كونجرية وتحديدا الضوءي بداية بداية تكون الميتو كونجرية في الخلايا عندما تكون الميتو كونجرية موجودة في الخلايا فهي تقوم بعمل سايتو بلازمك أسيدوفيلية أسيدوفيلية أي أنها تجعل السايتو بلازمية تحول إلى اللون الأحمر الأسيدوفيليك ولكننا سوف نصبغها بصبغة معاكسة لها لذلك لم نراها بهذا الشكل لكن سايتو بلازمك أسيدوفيلية عندما تكون أبندنت أبندنت أي أن تكون بكمية كبيرة في الخلايا لذلك تصبح بأسيدوفيليك أو حمراء اللون وأبير أز رودز أني جرانيولز رودز أني جرانيولز طبعا من الصعب جدا رؤية الميتو كونجرية وهذا أن حجمها صغير جدا 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 فتحت المجهر العادي من الصعب جدا رؤيتها لقد أحضرت لكم صورا لربما تكون غير واضحة هذه الصورة الواضحة أمامكم هذه الميتو كونجرية تكون صغيرة جدا بهذا الشكل هذه هي مجبوعة من الميتو كونجرية هنا كما تلاحظون هذه هي مجبوعة من الميتو كونجرية هنا بهذا الشكل لذلك الميتو كونجرية تكون صغيرة جدا في اللايت مايكروسكوب نقوم بصبغ الميتو كونجرية وهذا سؤال بموضع مهم جدا بصبغتان مهمتان الأولى هي تسمى بـ وهي الصبغة المشهورة وسوف يكون لونه بعد صبغة هي يعني لون الميتو كونجرية يكون باللون الدارك بلو يعني أنه أزرق غامض أما الصبغة الأخرى فهي الجينس جرين أو جانس جرين جانس جرين ومن اسمها جرين سوف يكون صبغة لونه باللون الجرين أو الأخضر طبعا لم أحصل على صور من اللايت مايكروسكوب لكن سوف أريكم في صور توضيحية فقط يعني ليس صور حقيقية هنا كما تلاحظون هذه الصبغة الواضحة أمامكم هي لو طبعا حضرت لكم صورا لنوع من أنواع الصبغات المشهورة المعروفة يعني هذه ماركة أو بران تقوم ببيع هذه الصبغة لكي يكون الطالب أي أنه متعود على شكل هذه الصبغات عندما يثب إلى المختبر لا يواجه صعوبة في تخيلها أو معرفتها فنحن نريد الأهمية الكلينيكية بالإضافة للأهمية النظرية الكلينيكية أي بمعنى السريري أو الطبي أما بالنسبة للجينس جرين جينس جرين هذه كما تلاحظون أحد العلب وهذه الصبغة على شكل بودر بهذا الشكل تكون باللون الأخضر الواضح أمامكم فهذه الصور هي عبارة عن صور في الفوتوشوب وليس صور حقيقية لكن فقط من أجل أن تكون على اطلاع بالصورة هذا اللون الأخضر جينس جرين لنفترض أن هذا صبغت بالجينس جرين ولنفترض أيضا أن هذه صبغت بالايرون هيميتوكسلين فهي ليس الصور الحقيقية ولا مطابقة للواقع لكن فقط من أجل التخيل لا أكثر وهنا لدينا صور أكيد في الإلكترونيك مايكروسكوب تحتية التيم وهو الترانس إلكترونيك مايكروسكوب إختصارا لكلمة ترانسبيشن وسوف نتكلم عنها في الإلكترونيك مايكروسكوب إذن هذه كانت بالنسبة لللايت مايكروسكوب الآن نتكلم عن كما قلت لكم أي صبغة تأتي هي موضوع مهم وموضوع الشغال في المسيكيو الآن نتكلم عن النقطة الأخيرة وهي الإلكترونيك مايكروسكوب كيف نراه تحت المجهر الضوئي نبدأ بالكولجي أباريتس تحت المجهر الضوئي طبعا هذه هي صور للكولجي أباريتس لكن نحن سوف نشرح على هذا الدياقرام لنوضحه ثم نراه على الصورة الحقيقية فهذه الدياقرام الواضحة أمامكم من أجل التوضيح مبدئيا يتكون من طبعا هنا نحتاج أن نترجم بعض الكلمات لكي تكون على اطلاع بها انتر كونكتد انتر أي بمعنى ما بينه وكنكتد يعني متصلة ما بينها ماذا هي النتيجة التصل ما بينها بارل بارل فلات كورفد منبراين الساكيولز نبدأ بالكلمة الأخيرة الساكيولز أو الصهاريج الصهاريج تكون بارل متوازية فلات مسطحة كورفد منبعجة كما تلاحظون ومنبراين نسغ غشائية هذه الساكيولز الواضحة أمامكم كل واحد من هذه هو عبارة عن ساكيول لو نأتي نطبق المواصفات أولا انتر كونكتد هي متصلة ما بينها صحيح ومن ثم بارل متوازية نلاحظ التوازية الواضحة أمامكم هذه هي النقطة الثانية ومن ثم فلاتية مسطحة لو فرضناها سوف تصبح مسطحة كما نفرد المروحة الهوائية الورقية وأخيرا تكون مامبراينس غشائية هذا غشاء واضحة أمامكم ويحيط بها وتكون عددها من ثلاثة إلى عشرة على سبيل المثال هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة على سبيل المثال هنا ماذا عن هذه هي الصورة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ماذا عن الصور الحقيقية الصور الحقيقية الواضحة أمامكم مثلا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وأيضا هنا لدينا صور أخرى قد تصل إلى 10 ربما فهذه هي الصخاريج الواضحة أمامكم وتكون مسطرة واحدة فوق الآخر وتصنع Stacks جيد أي أنها تصنع حزما Forming Stacks Each secure has a narrow human كما تلاحظون كل واحدة منها يحتوي على Human أو فجوة داخلية تكون ضيقة وهذه الفجوة الداخلية الضيقة الواضحة أمامكم لكل واحد منها Expanded ends Expanded ends أي أنهم كما تلاحظون نذهب مثلا إلى الصورة الحقيقية هنا النهاية له النهاية تكون عريضة النهاية عريضة لكن من الوسط يكون ضعيفا أيضا نذهب إلى الصورة الbiogram هنا النهاية تكون عريضة وفي الوسط تكون الفجوة قليلة كما تلاحظون أو صغيرة أو نارو ضيقة لذلك Expanded ends منتفخة أو متوسعة ونرى اليوم نرى اليوم الضيقة في الداخل الفجوة جيد إذن ماذا تحتوي داخلها Filled أي أنها تمتلك below electron dense material المادة التي داخلها electron dense material أي ذات كثافة الكترونية عالية وتكون أيضا محتوية على وجهان وجه كما تلاحظون هنا هذه خلية وهذه الخلية هذه النواة هذه الشبكة الاندبلازمية الوجه الأول يبدأ من هنا نأخذ لونان آخرا الوجه الأول من هنا يدخل من الاندبلازمي كريتناكيونم إلى الكولوجي أبريتس فهذا الوجه التي في البداية سوف نسميه بالإنتري أو السيس فيز وهذا يستقبل كما تلاحظون نحن نكبرنا هنا الصورة طبعا أكيد هناك جائزة دائمة على جميع حلقات اللي من يحسب كم مرة قلنا كما تلاحظون هذه هي الواضحة أمامكم هي الاندبلازمي كريتناكيونم تحديدا الار اي ار وهي الرف التي تحتوي على الريبوسومات لأننا سوف نحتاجها بتصنيع البروتين الذي ينقل إلى هذه الواضحة أمامكم فهذه المقدمة من هنا هي المدخل يدخل إليه الحويصلات مثلا هنا هذه الحويصلة قادمة إليها فتسمى بالسيس أو انتري يعني يدخل من خلالها من الدخول يعني كما نقول انتر نفس الفكرة هذه هي اي انها عبارة عن حويصلة تحتوي على بروتينات هذه البروتينات منتقلة من الار اي ار تمام فماذا عن الخروج أما بالنسبة للجهة الخارجية فهي هذه الجهة والتي تخرج من عندها ما تم إفرازه من الجهاز إذن يدخل هذه الشبكة الاندبلازمية يدخل من خلالها البروتينات للجهاز بوسطة الأنزيمات الموجودة داخله يحولها إلى ما يريد إفرازه وتتحول إلى هذه الحويصلات الخارجة من هذه المنطقة التي تسمى بال هذه الحويصلة حويصلة 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 كما تلاحظون هي تعمل عملية budding budding بمعنى تبرعم كما تلاحظون هو تبرعمة هكذا بهذا الشكل تبرعمة هنا أيضا من الجهاز ومن ثم خرجه ليصبح عبارة عن حويصلة فهيزيكلة تبدأ من هذه المنطقة التي هي هذه المنطقة الخروج ماذا تكون؟ تكون أما وهذه مثال على الواضحة أمامكم أي أنها حويصلة إفرازية والتي تقوم أيضا بإفراز محتوياتها في النماكن التي تحتاج إليها اي إخراج محتوياتها بوضع عملية الأكسو سايتوسيز الأكسو سايتوسيز الإخراج الخلوي أي تخرج خارج الخلية بوضع الأكسو سايتوسيز أو ممكن أن تكون عبارة عن أي أجسام محللة جسم محلل أو جسم حال اسمه في اللغة العربية الفصحة جيد فأما يمكن أن يكون عبارة عن جيد إذن كل ما في الأمر أنها إليكترونيك مايكروسكوب لو نراه في الصور الحقيقية الواضحة أمامكم هي عبارة عن يعني من ثلاثة إلى عشرة تكون فيما بينها هذه أيضا هنا الواضحة أمامكم ما بينها وهذه تكون لها منطقة في البداية طبعا هذه تكون أي مسطحة وتكون كورفت كما تلاحظون من عاقشة من عاقشة أنا لا أعرف إن كان هذا المصطلح مصطلحا عربيا وإنما هو من اللهجة العراقية يكون كورفت أي بمعنى منحني كما تلاحظون واضحة أمامكم له مقدمة يدخل من عندها من الاندبلازمكريتناكينوم في هذه الجهة ومن ثم تخرج الحويصلات كهذه الحويصلة الواضحة أمامكم تعمل عملية أو عملية تبرع وتخرج لأما تكون عبارة عن لاسوزومجوسنحال وأما تكون عبارة عن حويصلة تقوم بإفراز محتوياتها بوسط بوسط الاكسوسايتوس الإخراج الخلوي من السل ممبرين من غشاء الخلية طبعا لم أريكم هذه هي عبارة عن الصبغة المستخدمة في صبغة وهي السيلفرستين هذا مثال من أحد أنواعها وهذه تسمى سيلفرستين بلس جيد الآن هذا كان اليم أو الالكولوجي أباريتس ممكن أن يأتي على شكل اختيارات الآن طبعا السؤال يكون كالآتي بالنسبة إلى الالكولوجي أباريتس under الالكولوجي أباريتس أو ويعطيك هذه الصفات اختر منها الإجابة الصحيحة الآن نتكلم عن اللايت مايكروسكوب الخاص بالميتو كوندرية الميتو كوندرية بداية سوف أريكم على الصورة ومن ثم نقرأ الكلام ونتبع معه هذه الميتو كوندرية كما تلاحظون أول نقطة نلاحظها أنه يوجد هناك شكل بيضوي الشكل تختلف لربما تكون كروية كما هذا هنا وربما تكون بيضوية كما هذا وهذا هنا هذا من نسبة للشكل وأن فيها غشاء ولكن في الحقيقة هناك غشاءان وليس غشاء واحد هذا الواضح أمامكم هو الغشاء الأوتر أو الغشاء الخارجي كما تلاحظون الأوتر ميمبراين للميتو كوندرية وهذا الداخلي هو الإنر ميمبراين الإنر الإنر ميمبراين هذا الواضح أمامكم هنا هو الإنر باوندري ميمبراين كما تلاحظون طيب أيضا لو كبرنا هنا بهذه المنطقة للأوتر ميمبراين سوف نلاحظ أولا أنه أملس ومن ثم أنه يحتوي على فتحات هذه الفتحات هي عبارة عن بروتين تسمى بورينز تسمح بدخول الجزئات الصغيرة جيد ومن ثم نأتي هنا نلاحظ وجود انبعاجات عدد من الانبعاجات في الميمبراين الداخلي أو الغشاء الداخلي هذه الانبعاج كل واحد منها يسمى سيستر جيد أو عفوا سيرستاي فكل واحد من هذه أو هذه مجموعة تكون كالسقوف كالسقوف يعني وهي تلك الواضحة موقع في اللغة العربية تسمى بالعراف كنا نأخذها سابقا في الأحياء إذن هذه يحتوي على بعض الأنزيمات ويحتوي على DNA الآن سوف نبدأ بقراءة البارغراف الذي لديناه ثم نلاحظ كل شيء على الصورة نبدأ نكبر قليلا المنظمة نبدأ بأول نقطة Abuse as oval or rounded membrane physical إذن هي حويصلة تظهر في الإلكترونيك ميكروسكوب على شكل حويصلة أما أن تكون rounded أو أن تكون كروية الشكل surround by two units membrane أي أنها غشاء ثنائي الطبقة الطبقة الأولى هي الطبقة الخارجية والطبقة الثانية هي الداخلية ويكون هناك ما بين الغشائين inter-membranous space هذه الواضحة أمامكم هي عبارة عن مساحة تكون ما بين الغشاء الأول والثناني تسمى المساحة ما بين الغشائين inter-membranous space outer membrane الغشاء الخارجي يكون smooth containing trans-membranous بالإضافة أنه أملس يحتوي على فتحات تسمى borines تسمح بدخول المواد ويكون permeable small molecules أي أنه نفال للجزئات الصغيرة عكس الداخلي الذي يكون less permeable أي أقل نفاذية ويكون selective اختياري نفاذية النقطة الأخرى هناك project into the matrix forming a shelf like يعني الغشاء الداخلي هذا الواضح أمامكم ينبعج في الميتريكس الميتريكس هي هذه المادة المادة الأساس أو المصفوفة التي تكون الميتو كوندريا فينبعج مكونا بعض الصقوف كما تلاحظون هذا هنا الغلاف منبعج بهذا الشكل هذه الصفوف كل واحد منها يسمى Systry أو Surstay فهذه Surstay أو Surstay الواضحة أمامكم تسمى باللغة العربية بالأعراف تكون shelf like كما قلنا عبارة عن انبعاجات ثقفية الشكل shelf like وهي أيضا مسؤولة عن إنتاج الطاقة باعتبار أنها تحتوي على الأنزيمات المسؤولة عن إنتاج الطاقة أيضا لها مهمة كبيرة جدا في زيادة المساحة السطحية فكما تلاحظون في صورة أخرى هنا الميتوكندريا لو فرضنا هذه الانبعاجات لأصبحت كبيرة الحجم تأخذ مساحة كبيرة فهذه زيادة المساحة السطحية أحد المميزات أو فوائد هذه هذه السرس داي ومن ثم تحتوي على هذا الماتريكس الجرانيول والذي عندما زدنا المساحة السطحية زادت كمية الماتريكس الجرانيول التي يمكن أن يحتوي عليها هذه الميتوكندريا فبالتالي هذه مهمة جدا من أجل نقل المواد المهمة من أجل إنتاج الطاقة كما قلنا هذه الواضحة أمامكم تكون متصلة بالغشاء الداخلي بواسطة بمعنى أرجل استوانية الشكل جيد فهذه بالنسبة للنقطة الأولى الآن نكمل يعني هي تشكل مع هذا الواضحة أمامكم الأنزيم الذي تكلمنا عنه البروتين سيمتيز تشكل معقد بروتيني مسؤول يشكل وهي عملية الفسفرة التي تستخدم من أجل إنتاج الطاقة وسوف تأخذ بالتفصيل في مادة البايو كيمستري لا تفاصيل لدينا هنا في الهيستولوجي ومن ثم يتكلم بالنهاية عن الميتوكوندري الميتريكس وهي هذه الميتريكس كما قلنا المصفوفة الحجر الأساسة أو الأرضية التي تمشي عليها الميتوكوندري فهي تحتوي على الكثير من الأشياء التي ربما تأتيب في المسيكو على شكل اختيارات منها الـ DNA الرنة 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 وأيضا الأنزيمات المؤكسدة الأنزيمات المؤكسدة التي تقوم في السيطريك أسيد سايكل أو عملية السيطريك أسيد سايكل العملية المسؤولة عن إنتاج الـ ATP وأيضا هي تكون كثيفة وذلك إحتوائها أو غناها في الكاليسيوم الكاليسيوم والذي أيضا يستخدم كعامل مساعد catalyst for mitochondrial enzymes للأنزيمات الخاصة بالميتوكوندريا هذا بالنسبة الإلكترونيك مايكروسكوب ونلاحظ أنه أضاف بعض الوظائف هنا هذا السؤال متكرر في الأسلات السنين السابقة وأيضا يأتي بشكل مغالي written إذن هو مهم جدا الإلكترونيك مايكروسكوب الخاص بالميتوكوندريا إذن هذا كان بالنسبة ل جميع ما شرحناه الآن كان من نسبة لي وصف هذا الجدول التعريف الموقع العدد والإلكترونيك مايكروسكوب وكذلك الإلكترونيك مايكروسكوب وماذا عن الوظائف نتكلم الآن عن الوظائف الخاصة بكل منها نبدأ بالكولجي أبريتس كما قلنا قبل قليل الوظائف قلناها صراحة هنا في هذه الصورة سوف نعيدها ونضيف عليها بعض التفاصيل البصيرة أولا باكينج باكينج كونسنتريشن كونسنتريشن تزيد كثافتها تزيد من كثافت هذه البروتينات وتقوم بتخزينها داخل الكولجي أبريتس جيد وجميع هذه الأشياء نأخذها من الار اي اار أو الرف اندوبلازمية تناكلة شبك اندوبلازمية الخشنة بعد أن دخل داخل الكولجي أبريتس سنقوم بالكيميكال موديفكيشن موديفكيشن أي التعديل وكيميكال كيميائي التعديل الكيميائي لهذه البروتينات وكذلك الليبيتس الدهون وأخيرا أيضا نضيف عليها الكاربوهيدرات الكاربوهيدرات من أجل التعديل الكيميائي على تركيب هذه البروتينات جيد إذن النقطة الثانية هي الكيميكال موديفكيشن أو التعديل الكيميائي ومن ثم نكون هذه بوسط البدنج أو بوسط التبرعم نقوم بتكوين السكرتري بيزيكال ونقوم بتكوين اللايسوزومس إذن اللايسوزومس هو السكرتري بيزيكال الأسام الحالي اللايسوزومس طبعا ونقوم بتكوين السكرتري بيزيكال طبعا هناك بعض المواد تكون داخل هذه السكرتري بيزيكال منها بعض الهرمونات وغيرها وأخيرا أخيرا يقوم برينيول أي تشديد ومنتينس الحفاظ على الرشاء الخلية يعني البروتينات الداخلية يقدمها هذا الكولجي أباريتس بعد أن أخذها من الر حولها وعدلها لكي تصبح مناسبة مع السل ميمبراين نلاحظ هنا الانتغرال بروتين الواضحة أمامكم هنا هذا هو انتغرال بروتين واضحة أمامكم يأتي من الكولجي أباريتس في السل ميمبراين أيضا تكلمنا سابقا عن الانتغرال بروتينس هذه الانتغرال بروتينس يتم تعديلها داخل الكولجي أباريتس ومن ثم تنتقل إلى القشاء فوظائف الكولجي أباريتس سهلة جدا ماذا عن موضوع الميتوكندرية؟ ما هي وظائف الميتوكندرية؟ طبعا الميتوكندرية مسؤولة عن التنفس الخلوي بيعتبر أنها بيوت الطاقة والتي تنتج الATP عملة الطاقة لذلك هي مسؤولة لانتاج الطاقة بين قوسيا تنفس الخلية الميتوكندرية أبتين انرجي من ميتابولايتس يعني أنها تحصل على الطاقة الانرجية من ميتابولايتس من نواتج الأيب والتي تكون داخل بريزنت سايتوبلازم طبعا هذه العملية تسمى بكريبس سايكل أو دورة كريبس أيضا لها اسم آخر كما تلاحظون هنا داخل السايتوزول أو السائل السايتوبلازمي يحصل الميتوكندرية تحصل على الميتابولايتس أو النواتج الأيض ومن ثم تدخل في عمليات معقدة من ضمنها عملية كريبس سايكل لكي تقوم بإنتاج الأي تي بي على العملة الخاصة بالخلية طبعا هذه الكتب سايكل فيها أكثر من صفحة كاملة فقط شرح خطواتها وتحولاتها سوف تأخذونها في البايو كيميستري هذه بالنسبة للنقطة الأولى إنتاج الطاقة إذن هي ليست فقط تنتج الطاقة وإنما تخزن الطاقة على شكل أي تي بي أو الفسفرة الأكسادية لا على من الصراحة مصطلحات تحويلها للغة العربية نحن في كلية الطب لا نستخدم اللغة العربية إطلاقا وأنا أترجم لكم الآن فقط لكي تصبح فميليار أي إنك متعود مع اللغة الإنجليزية وإلا بالطبيعة نحن لا نترجم أي من هذه المصطلحات للغة العربية وبعض هذه الطاقة تستخدم لتحويلها إلى إشعاء حراري فبالتالي هذا الإشعاء الحراري يحافظ على درجة حرارة الجسم إذن هذه بالنسبة لي وظائف الميتو كوندريا هناك ملاحظة صغيرة سوف نأخذها الآن نحن لا نحتاج إلى الملزمة الأخرى الآن نحتاج فقط هذه الملزمة باعتبار أننا انتهينا من الشرح وهي أنه لو حصل هناك مشكلة في الميتو كوندريال انزيم أي خلل أو اضطراف في الميتو كوندريال انزيم أنزيمات الخاصة بالميتو كوندريا سوف يؤدي lead to failure of protect ATP أكيد بما أنها المسؤولة عن تكوين ATP لو حصل فيها خلل في أنزيماتها سوف يصعب تكوين الـ ATP والذي هو مسؤول أو يحتاجه الجسم لـ يعني كل الوظائف الحيوية في الجسم أو النشاطات الحيوية فسوف يحصل لدينا خلل هذا الخلل من نقص الـ ATP سوف يؤثر على الجسم على سبيل المثال أعطاك في الخلايا العضلية هذه العضلة الواضحة أمامكم أو هذه العضلات مجموعة العضلات cause muscular weakness لو قلل ATP سوف يحصل هناك ضعف في العضلة ولو ربما تحصل نقص في حجم العضلة أو صعوبة أو ألم كل هذا يصاحب muscle weakness ضعف على العضلات بسبب هناك حصول مشكلة في الميتو كوندريال انزيمز جيد هذا بالنسبة لجميع حلقة اليوم الآن سوف نقوم بحل الأسئلة على هذه الحلقة من السنوات السابقة نبدأ في البداية ببعض الأسئلة الـ هناك السؤال أتى في دفعة مئة وخمسة وتسعون الدور الأول يعني يريد الإلكترونيك مايكروسكوب طبعا لا حاجة لكي نعيده هو هذا السؤال كما شرحته قبل قليل هذا الشرح الواضح عمامكم ويمكنكم استخدام هذه الصورة فهي واضحة جدا وكافية وشاملة للشرح فهذا السؤال كما كتبت لكم أتى في دفعة مئة وخمسة وتسعون الدور الأول وهو سؤال كتابي كامون أو مشهور في أسئلة الرتن أسئلة امتحان الكتابية الآن نقوم بحل بعض الأسئلة نبدأ بالسؤال الأول طبعا هذا السؤال من دفعة مئة وخمسة وتسعون الدور الأول في نمسي كيو يعني حسب جهاز كالجي نبدأ بالبداية عندما يأتيك سؤال كهذا لربما نستخدم الاستبعاد نحاول أن نستبعد هناك بالنقطة C بالطبع هذا ليس من أحد وظائفه لم نذكرها بل هو أحد وظائف الميتوكندرية الميتوكندرية كانت مسؤولة عند تحطيم الكلايكوجين وتكوين الكلوكوز فهذا ليس من وظائف الكلوكوز نستبعد هذا الخيار وهناك هل هو فعلا لا لما تكون رياهية تلك التي كانت مسؤولة عن هذا الشيء الآن لدينا خياران الخيار الأول يقول formed of barrel flattened cistern أي أعراف والآخر يقول هذه بالطبع هي جملة صحيحة ولكن لماذا أخطأنا هنا الخطأ لم يكن فيه فهي فعلا كانت متوازية هذه متوازية كما تلاحظون هذه متوازية وأيضا كانت فلات كما وصفنا ولكن المشكلة أنه لم يقول سكيولز وأنما قال cistern فهذا خاطئ المفروض أن نقول صهاريج سكيولز لذلك هنا نلاحظ نجب أن نركز على الكلمة الواحدة في السؤال سؤال آخر هنا يقول the true statement about mitochondria يعني ما هي العبارة الصحيحة حول الميتوكونرية نبدأ ب نبدأ ب أول نقطة اللي نبدأ من أول نقطة self replicating organelle هنا لم يذكر هذا الكلام صريحا ولكن قلنا أنها تحتوي على الميتوكونرية وقلت لكم أنه هذه الميتوكونرية عفو تحتوي على ال DNA فال DNA يسمح لها بالانقسام البسيط الانقسام البسيط بمعنى أنها self replicating أي أنها تضاعف تلقائيا من وحدها ولا تعتمد على تضاعف الخلية إذن هذه الإجابة هي إجابة صحيحة إذن بالتالي جميع الإجابات الباقية هي إجابات خاطئة inner membrane is smooth خطأ كان outer membrane هو الذي smooth يعني ملس no membranous organelles بالتأكيد هذه خاطئة هي تحتوي على اثنين organelles double membrane إذن هذه خاطئة outer membrane forms cyst tri وهذه كنا أيضا هي أيضا هي خاطئة باعتبار أنه inner membrane هو الذي يحتوي على هذه أو الأعراق ننتقل إلى سؤال آخر طبعا هذا السؤال كان من 96 الدور الأول هذا آخر سؤال لدينا لا يوجد سؤال آخر نلاحظ هنا جيد هناك بعض الأسئلة هنا يقول السيلفر نحن نجاوبنا عن هذا السؤال قلنا أنه nerve cell لن نجاوب هذا السؤال nerve cell في الخلائق العصبية يكون caldi body أو caldi apparatus جسم caldi هو استخدام آخر ل caldi apparatus أو جهاز caldi هذه الخلائق العصبية التي تكلمنا عنها قلنا أنه يحاوط نيوكليس هذه هي نيوكليس فهو ليس apical يكون في apical ولكنه pre-nuclear أي محاوط للخلية كما كنا يأتي ب mcq أيضا سؤال آخر silver staining is used to demonstrate قلنا أن selma brain في الحلقة السابقة كان باستخدام silver وأيضا caldi apparatus باستخدام silver staining فبالتالي نختار caldi apparatus مع selma brain فممكن يأتي ب سؤال مركب كهذا السؤال maintenance أي المحافظة أو إدامة selma brain من وظائف بالطبع الكولدي كان مسؤول عن إدامة selma brain قلنا عن طريق هذه الحويصلات البروتينية والتي تكون بروتينات مهمة في selma brain مثل هذا البروتين integral البروتين الوضح أمامكم هنا في هذه الصورة فهو يحافظ على selma brain عن طريق تزويده بهذه البروتينات وبهكذا عزيزي المتابعين لقد انتهينا من الحلقة الثانية على بركة الله أتمنى أن تكونوا استفدتم كما قلنا لكم في الملزمة وجميع هذه الملفات تكون على قناة التليجرام إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة شكرا لكم ومعه السلامة